البداية مع أحد المواطنين وهو صاحب دراجة النارية كان موجوداً في الشارع الرئيسي قطاع 30 بمدينة الصدر تماماً كما ذكر نشطاء قالوا عن تلك المنطقة إن فيها أشخاص يقومون ببيع وشراء الدراجات في الشارع الرئيسي وكان واجب المنتسبين هو منعهم من الوقوف وحدث شجار بين القوى وهذا الشخص لذلك اعتقلوه وصدروا دراجته نتابع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة